تحب انك تكون بطل دولي او بطل العالم في اي لعبة من الالعاب الفردية اللي انت تحبها اي لعبة كانت سواء كمال الاتسام او الباور ليفتينج او الام ام اي او الكيك بوكس او الملاكمة او اي لعبة فردية كانت احييك على هذه الخطوة الجريئة في انك تكون بطل دولي او بطل العالم في اللعبة اللي انت تحبها قبل كل شي اذا كنت من الاشخاص المهتمين باللياقة البدنية والتغذية او تطوير الذات او كنت من الاشخاص المهتمين بجداول التمارين او التمارين فهذه القناة لك وانت في المكان الصحيح ولا تنسى تشترك في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اهلا فيكم نحن في سنة 2021 في هذا العصر امامنا الكثير من الخيارات ما نعرف شو نختار على سبيل المثال ايك لاعب يقول لك ابي اكون بطل في كمال الاتسام وفي نفس الوقت ابي اكون بطل في الباور ليفتنج ما يعرف شو يختار بالضبط فهذه ما بيخليك تكون لاعب محترف ممكن تكون بطل في اللعبتين ولكن بطل هاوي او تشارك في بطولات الهواء هذي ممكن مفي جميع الاحوال ممكن ايه ممكن لا بقدم لكم اهم الارشادات او النصايح اللي ممكن تفيدكم في انكم تصبحون ابطال العالم في نهاية الفيديو بعطيكم مثال عن بطل اللاعب المحترف او البطل المحترف في الباور ليفتنج من هو كم يرفع اولا اختار شي واحد اتخصص في شي واحد اختار اللعبة اللي انت تحبها وعلشان تعرف شو اللعبة اللي انت تحبها اسأل نفسك شو اكثر لعبة ممكن احبها وليش احب هذه اللعبة وشو تعنيه لهاي اللعبة بمجرد ما انك تجاوب على هاي الاسئلة وبكلم اصداقية بتعرف فعلا انت اي لعبة تحب اقعد مع نفسك واسأل نفسك انا شو احب وليش احب هاي اللعبة وشو تعني لي هاي اللعبة هاي اهم ثلاث اسئلة جاوبهم بكلم اصداقية لان ممكن اذا ما اسألت نفسك هاي الاسئلة بتختار اللعبة الغلط طبعا في سبب يخليني اقول اختار تخصص واحد خلوني اضرب لكم مثال على لاعب كمال اجسام ولاعب باور ليفتنج او قوة بدنية لاعب كمال اجسام لاعب محترف على سبيل المثال ها اضرب لكم مثال لاعب محترف من ابطال مستر اولومبيا وزن مية كيلو ما شاء الله عنده كتلة عضلية ولكن في الصالة ما يقدر يرفع ميتان خمسين كيلو بنت برس او ثلاثمية كيلو ولاعب باور ليفتنج ما شاء الله وزن مية كيلو يرفع ميتان خمسين بنت برس ثلاثمية كيلو بنت برس ثلاثمية عشرين بنت برس ولكن جسمه مو بمثل جسم محترف كمال الاجسام بطل مستر اولومبيا هذي تمرينه مختلف وهذي تمرينه مختلف وهذي اكله مختلف نسبة الكربوهيدرات مختلفة نسبة البروتين مختلفة وهذي اللاعب لاعب الطاور ليفتنج بعد نفس الشيء التقضيته مختلفة طريقة تمرينهم كل فئة طريقة تمرينها مختلفة لذلك اختار تخصص واحد شوف اللعبة اللي انت تحبها ثانيا اختار المكان المناسب اللي ممكن تتدرب فيه علشان تحقق هدفك مع وجود مدرب معتمد قادر على انه يجهز ابطال او تحتيد ابطال لازم تختار المكان المناسب اللي تتدرب فيه والشخص المناسب اللي يدربك ويجهزك البطولات لانك بروحك ما تقدر تسوي اي شيء ايد وحده ما تصفق وطبعا كيف تختار مدرب او المدرب المناسب هذي بروحه يحتاج لها حلقة لانا الحين كل من هبه ودب اصبح مدربا فلازم تعرف من هو المدرب المعتمد وليش هو مدرب معتمد وكيف ممكن تعرف ان المدرب هذا عنده ابطال ولله هي كلها امور بنتعرف عليها في حلقات قادمة ثالثا ابتعد عن البيئة السلبية اذا كنت متواجد في بيئة سلبية او حوالينك اشخاص سلبيين حاول انك تبتعد عنهم لانهم بياثرون عليك وبيستنزفون طاقتك وانت محتاج لهذه الطاقة في انك تكون بطل دولي رابعا لازم تعرف انه علشان تكون لاعب محترف وتشارك في بطولات دولية وتحاول انك تحقق مركز من المراكز الاولى انت محتاج انه يكون عندك وقت ومال وتخلي كل جهدك في الشي اللي انت تحبه فبدون المال وبدون الوقت وبدون وضع الجهد وبدون صبر لن تستطيع ان تحقق هدفك انت محتاج لهذه الامور كله علشان ما تنصدم وتكون في الصورة تحتاج تفريغ وتحتاج مال وتحتاج تخلي كل طاقاتك علشان تطور من نفسك في انك تكون بطل دولي خامسا لازم تكون شخص صبور منضبط ملتزم علشان تكون بطل دولي طبعا مع وجود مدرب يساعدك في انك تكون بطل دولي وتحصل على المركز الاول وتكون متواجد في مكان يساعدك على انك تكون بطل دولي فبدون الصبر وبدون الانضباط وبدون الالتزام صعب انك تكون بطل دولي سادسا لازم تكون تقرأ عن الشيء اللي انت تحبه او اللعبة اللي انت تحبها تكون شخص قارئ عن الرياضة اللي انت تحبها فوجود كميات من المعلومات متوفرة عندك يساعدك على انك تعرف وان تروح تعرف اي مدرب تختار يسهلك امور كثيرة المعلومات بشكل عام تسهلك امور كثيرة وتسرع من الفرص فهاي ست نقاط اللي اقدر اوفرها لك علشان تكون بطل دولي طبعا الحين بروح لصبورة مثال اللاعب المحترف الpower lifting كم يرفع لاعب الpower lifting ميسته انه يقدر يرفع او زان ما حد يقدر ارفعها على سبيل المثال الpower lifting فيها ثلاث رفعات اول رفع سكوات ثاني رفع البنش برس ثالث رفع ال dead lift طبعا في كل رفع فيها ثلاث محاولات هاي طبعا الpower lifting بشرحها في فيديو قادم ترتيب المهم ترتيب الرفعات هذه ترتيبها اولا السكوات ثاني البنش برس ثالثنا dead lift لنفترض انه لاعب وزنه 80 كيلو كيف نعرف انه لاعب محترف الpower lifting وانه مؤهل انه يشارك في بطولات دولية لازم يرفع ثلاث اضعاف من وزنه لازم يرفع ثلاث اضعاف وزنه في السكوات وثلاث اضعاف وزنه في ال dead lift واضع فين من وزنه في البنش برس يعني 80 ضرب ثلاثة يساوي 240 كيلو اذا لاعب الpower lifting يرفع 240 كيلو في السكوات وال dead lift هذا يعني انه لاعب محترف مؤهل انه يشارك في بطولات اسيا او بطولات العالم طبعا ممكن ما يحصل على مركز من المراكز الاولى لانه اللي حاصلين على المراكز الاولى مثلا في الوزن الثمانين اللاعب الامريكي اللي اسمه result ما ادري شو اسمه حقيقة يرفع في السكوات وال dead lift رقم فوق ال 300 كيلو اللاعب المحترف في الpower lifting يرفع طبعا ضعفين من وزنه في البنش برس 160 كيلو يرفع اذا كان اللاعب وزنه 80 كيلو يرفع 160 كيلو في البنش برس يعتبر لاعب محترف الpower lifting او البنش برس طبعا في نقطة مهمة لازم نعرفه في بطولات بروحة في البنش برس ممكن تشارك في بطولات الباور اما في الثلاث رفعات او في البنش برس بروحة الحين ضربت لكم مثل على لاعب قوة بدنية محترف في نقطة مهمة حاب اقول لكم اياها انه في البداية بتطور بسرعة ولكن مع مرور الوقت بتواجه صعوبة في انك تطور هذا تعتبر من ضمن الاسباب اللي تخليك تختار لعبة وحدة ما تلعب اكثر من لعبة لانك بتكرس كل طاقتك وجهدك في انك تطور في اللعبة اللي تخصصت فيها علشان تكون بطل عالم بكون فخور انكم تصبحون ابطال عالم واتمنى ان كلكم تكونون ابطال عالم دوليين لكم وزنكم واثقلكم ولا تنسون تدعون لي في اني اكون بطل عالم في القوة البدنية تحياتي للجميع اشتركوا في القناة